يزود البوفرينج إفكت بتاع الكيلية الماشي العرق الجاري فالإنسان النشط الكيلية بتاعته نشطة جداً وبتخلي الأملاح كده متهيجة وتنزل دايبة حلو إيه اللي بيبوز بقى البوفرينج إفكت ده بيخلي الكيلية ما تعملش الحكاية دي ولو البوفرينج إفكت ده اختفى يحصل إيه يخلي الآيونات المتنفرة دايبة تتجوز وتعمل حصة بقى تعمل رمل اسمه رمل الكيلة إيه اللي يخلي الكيلة تعمل رمله حصوات أولاً الأعدى الكسل عدم العرق إن أنا ما باخدش ما باشربش مدرات بول ولا شعير ولا حاجات كتير لو أنا كليتي عندها استعداد تعمل حصوات يبقى لازم أشرب ماء شعير كتير ومغلي بقدونس أخضر كتير وأعشاب الكيلة والحاجات اللي بتدوه بالملح اللي بيدوه بالملح ده زي مثلاً طحالب الخضرة زي مثلاً خل الأعشاب زي مثلاً مغلي الشعير زي مثلا مغل البقدونس الاخضر زي مثلا الصمغ العربي واللبان الدكر بيدوب الحصوات زي مثلا مغل القرنفل على اللمون بيقشره مثلا معلاء الكمون زي في عشرين تلاتين حاجة بيدوبوا الحصوات وبيمنعوا تكوينها لو انا الكلية بتاعتي عندها استعداد تعمل حصوات وده بيجي لي واحد عنده حصوات فتح وعمل عمل ايه وشال بعدين كونة حصوات تاني فتح وعمل عمل ايه وشال وبعدين عمل حصوات تالت وبعدين ما أنا لازم أشوف إيه الأكل اللي بيعمل حصوات أبعد عنه وإيه الحاجة اللي بتدوب الحصوات باستمرار أحافظ عليها زي إيه زي ما أنا بتكلم على القلب لما جيت أتكلم على القلب في ناس حركتها بطيئة بتقعد ودائما كسلانة ما بتحبش الحركة ولا بتحب العرق وبتاكل كتير فالدهون بتترسب حوالين الأوعية بتاعت القلب فبتسد أوعية القلب وتعمل له زبحة وتعمل له جلطة البني آدم ده يروح لدكتور يقول له نعمل أسطرة استكشافية طب نعمل دعامة طب نفتح طب عمل المرة دي أسطرة المرة الجاية أسطرة المرة الجاية أسطرة المرة بقى يقول لا هنكسر ونكسر الضلوع ونقطع الشرائين ونعمل لك بايباس طب ليه ما ناخدش مذيبات الدهون اللي بتسلك الأوعية طب ما احنا عندنا 15 حاجة بتدوب الدهون والأوعية وما بقاش محتاج لدعامة ولا الأسطرة ولا عملية بايباس ايه هما بقى مذيبات الدهون أول حاجة صلطة الزبادي لو حطت عليها فص توم وشوية نعناع طعمها لذيذ جدا وإيه كمان ومغلي الكمون واللمون ولو حطت عليه شعرة زنجبيل مثلا يبقى معلقة لمون معلقة كمون إن شاء الله يا ربي فصين توم بإشروم كده ونص معلقة زنجبيل مذيب للدهن بيسلك الأوعية الماشي كل يوم ساعة العرق بيسلك الأوعية العرق الصدقة بتصار لك الأوعية يعني أنت لو رحت كده وعملت خير للناس وأسعدتهم وربنا يدي لك شوية سعادة قدهم تتفتح الأوعية السعادة دي بتعمل فزو ديلتيشا يعني يعني ما تلاقي إنسان مبسوط كده وسعيد تلاقي ما بيزعلش ما بيزعاش لكن لما تلاقيه بقى عنده مشكلة والأوعية تخنقت تلاقيه مخنوق إيه اللي بيدوه بالدهون إن أنا لو كان عندي كرش كبير كده أقلمه بحزاب إيه اللي بيدوه بالدهون شربة الحارقة للدهون قلت قبل كده بصلاية حتة فجلة حتة كورومبة فصين ثلاثة توم أغليهم خمس دائق كده في طبق لذيذ اسمها الشربة الحارقة دي بتنزل ربع كيلو كل يوم شربة الكرفس والبصل والبعدون السلخ ده اسمها الشربة الخضرة شربة الخضرة لذيذة جدا آآ خلي الأعشاب زائد مية خلي الأعشاب ده باخد معلقة أو معلقتين ونص كبهة مية طبق كبير من صلطة الخضرة أنا بوصي الناس التخينة أو اللي عندها انسداد في أوعية القلب دايما صلطة خضرة خصة وجزر وبصل وجرجير وتوم الحاجات اللي فيها مواد طيارة آآ طبق صلطة كبير قبل أي أكل أبعد بقى أنا عندي انسداد في الأوعية ما كطرش بقى من الرز والمكرونة والمحشي والحلويات والكيك تجد الناس اللي عندها القلب يقولك ما قدرش أسيب البسبوسة لازم حتة كيكة لازم الفطرة شاي بلبن ببقصمات لازم ما كل ده بيرس بيدي دهون ما البقصمات بتعمل دهون والكيك بيعمل دهون وحتة البسبوسة بتعمل دهون ولم الدهن بتاع اللحمة وحطه في سندودشي أكله بيعمل دهون إيه ده؟ انت تخصص أكل دهن نبعد عن الرز وعن الدهون وعن المسبكات ونشويات فيه عندنا عشر أدوية بقى بتدوب دهن من أول السليمارين السيروكزيني الأورلي آآ سيدوفاج عندنا التحالب الخضرة سبيرولينا أورص ردة ها؟ دلوقتي بند بزر قطونة بتعالج الإمساك المزن وبتعالج الدهون يعني فيه 17-18 حاجة بيدوب الدهن عشان ما أروحش أعمل آآ أسطر على القلب الناس اللي عرفه كده فيه واحد ما بيحبش العمليات ولا عاوز يكسر دلوعه ولا عاوز ييجي جري يا دكتور طب أنا قلتهم وهما موجودين في كتابه الشتات الغذائية والله كتابه الشتات الغذائية فيه كل ده كتابه الشتات الغذائية فيه 10-12 حاجة بتدمر الكلا و10-12 حاجة بترجع الكلا سليمة تاني وبتعيد تكوين الكلا الضامرة كتابه الشتات الغذائية فيه 10-15 حاجة بتدوب الدهن عشان تسلك الأوعية الدهن كتابه الشتات الغذائية تلاقي فيه 10-12 حاجة بيزبط السكر طبيعي 10-12 حاجة بينزلوا الضغط العالي و10-12 حاجة بيزبطوا الضغط الواطن بيرفعوه طبيعي بس أنا لازم أعرف أنا في آني منطقة علشان أعرف أتعالج طبعا قبل ما كمل شرحي فيه الأمراض المزمنة بذكركم بموعيد الإعادة إن شاء الله الحلقة دي بتتعاد غدا الجمعة إن شاء الله 8-9 صباحا وبتتعاد إن شاء الله لحد بإذن الله الأحد 11-12 زهرا بتوقيت القاهرة وبتتعاد إن شاء الله لإسنين من 2-3 زهرا وبتتعاد الثلاث بالليل أربع مرات إعادة أحلى من هذه الحلقات حلقات روضة القرآن روضة القرآن إن شاء الله يوميا 10 صباحا و10 مساء يارب بيجعل فيها البركة والأثر روضة القرآن دي شفاء من الأمراض وشفاء لأمراض القلوب وأمراض الصدور وأمراض الجسم وأمراض العقول علاج اليأس علاج الإحباط روضة القرآن يوميا إن شاء الله 10 صباحا و10 مساء نرجع للأمراض المزمنة اللي الدكاترة بتقول ما بتخفش أبدا واللي بياخد دا ويمشي دا ومدى الحياة من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلاني أعمل حلقات في التلفزيون سنة 93 حلقات يومية من سنة 93 لغاية النهاردة أكتر من 10 1020 ألف حلقة كلها موجودة على النت وكل الحلقات بتاعتي موجودة على اليوتيوب انزل على اليوتيوب إيه رجودة محمد عواد شوف الكتب اللي موجودة رجودة محمد عواد على النت من ساعة 93 وأنا ليه حلقات يومية في التلفزيون المصري القناة الأولى كنت بتكلم على عدة قواعد إيه القواعد؟ القاعدة الأولى أنه العلاج منظومة وليس دواء فقط اللي فاكر أن البرد علاجه أرص يبقى كذاب اللي فاكر أن الكلا علاج هوان ألفه وكلسيمات يبقى بيضحك على نفسه الدكتور بيضحك عليه العلاج منظومة كاملة العلاج أنك تبعد عن الصهر والدخان وأسباب المرض العلاج أنك تنان بالليل الصهر بيدمر الكلا ويدمر المناعة العلاج منظومة كاملة العلاج تدليق ونظافة العلاج بيها نظيفة العلاج نفسيها متفقلة لا يمكن تبقى متشاهم وتخف لا يمكن العلاج منظومة وليس دواء فقط احفظ مني ولا يوجد دواء مدى الحياة كما لا يوجد مرض مدى الحياة ما فيش حاجة اسمها مرض مدى الحياة يعني ايه انا شفت في حياتي والله العظيم الناس عندها سكر تلاتين اربعين سنة والاخر السكر تزبط ايه اللي حصل يعني مش ممكن قامشي على جرعة انسلين مدى الحياة لا يمكن لا يمكن لا يوجد مرض مدى الحياة ولا يوجد مرض ليس لاء علاج انه يقول Giant وجوجرين ملوش علاج الملوش علاج كلام كذاب كذاب لا يوجد دواء ليس لاء علاج طب انا عندي زيبة حمرة انا عندي مشكلة نفسية انا شفت بنات عندها زيبة حمرة وبيتنيلها دم كل يوم وعندها باسكوليتس وبعد كده هديت ونسيت المشكلة العطفية بتاعتها وتجوزت وخلفت سبع عيال ونسيت ايه يا جماعة لا يوجد دواء مدى الحياة ولا يوجد مرض مدى الحياة في حاجة اسمها مرض بيهجم نتيجة أزمات نفسية معينة وبعدين نخد له دواء فيهدى نبتدي نسحب الدواء تاني ده الشيء المقبول ده الشيء المقبول انما لا يوجد دواء مدى الحياة ولا يوجد مرض مدى الحياة لا سكر ولا ضغط ولا أسريتف كوليتس ولا قرون متقرح ولا أزمة تنفسية ولا أي حاجة اكتشفت ان الناس عندها أزمة تنفسية عندها أزمة نفسية والكحة دي الناس بتاخد مسكنات كتير جدا ويطلع ان عندها ما عنداش أي علام ولا حاجة ده محتاج حد يسمعها محتاج حد يطبطب عليه لما تلاقي واحد كل حتة في جسمه بتجعه نور فمعندوش حاجة فلا يوجد مرض مدى الحياة ولا يوجد دواء مدى الحياة الدواء يتغير حسب المرض أنا عندي سكر رئيس السكر وشو في الدواء اللي أخده عندي ضغط يومياً قئيس الضغط قبل ما أخد الدواء لقيت ضغطي واطي ما أخدش الدواء احنا عندنا ناس عندها دوخة وعندها صداع ومش قادرة تقوم من النوم بسبب الضغط الواطي بسبب الدواء اللي بتاخده مجرد ما إيس الضغط لقيت ضغط 90 على 60 انت يا ستة بتاخد ايه تقولي أنا باخد ثلاثة أدوية للضغط ثلاثة أدوية وانت ضغطك واطي حرام عليك تقولي الدكتور قال لي إيه وعد تسيب الدواء إيه وعد تسيب الدواء يومياً قئيس الضغط فوق 160 على 100 أخد أرث ولما لما لاقي ضغط مش راضي ينزل بدواء واثنين يبقى ده ضغط نفسي نص أرث أنافرانيل ولا زولام ولا أرث مهدئ هتلاقي الضغط الضبط لكن الدواء مش راضي تضبط بدوين الضغط مش بيتضبط بدوين اديله ثلاثة اديله أربعة ما نديله الصيدلية أحسن ما نديله الصيدلية أحسن فطبعاً الناس عندها إفلاس ما عندهش مخر ما بقاش عندنا الحكيم يعني وبعدين لو لقيت واحد ضغطه بيعلى أحياناً ويوطى أحياناً ده ما بيتعليكش بأمراض ضغط إذا كان الضغط بيعلى الواحد ويوطى الواحده ما تاخدش دواء ضغط زي السكر كده أنا بفصل جرعة الإنسلين عدي السكر بتاعي قسط السكر بتاعي فوق 300 باخد 30 وحد الإنسلين فوق 400 باخد 40 فوق 500 باخد 50 وهكذا إس السكر بتاعي لقيته أقل من 100 أخد قديه ممنوع الدواء ممنوع لعليك سكر أقل من 100 واحد جايلي لعيادة السكره 60 واخد 30 شرطة السكر روح واع في الأرض غايبه بتنقل السكر إنت بتاخد جرعة الإنسلين على أي أساس بتدي لبنك جرعة الإنسلين على أي أساس مش فيه قدامي قواعد مش هزي إيه السكر الأول عشان نشوف يبقى جايا لي أطفال السكر 55 و 85 55 و 55 55 و 85 10 و 81 و 20 الضهر عشان إيه ده السكر واطي العيل جايلي غايبوبة فاحنا بنغير جرعة الإنسلين حسب السكر بتاع الدم اللي السكر أقل من 100 ما بياخدش إراس ولا إنسلين ولا أي حاجة خالص فمهم جدا إنه دايما تتغير جرعة الدواء حسب المرض لا يوجد دواء مدى الحياة ولا يوجد مرض مدى الحياة وبرضو ما فيش دوائين ثلاثة مع بعض إحنا عندنا ناس بتاخد بالعشرين قرص ده ومع وعد كده هؤ مرة واحدة ده طبعا بيدمر المعدة ويدمر الكبد ويدمر الكيلة ويدمر الدنيا كلها طب أعمل إيه دكتور ده أنا عندي الكبد وعندي القلب وعندي المفاصل وعندي الضهر ورحت الدكتور والعيون ورحت فيه ناس بقى بتبقى فاضية للمرض فاضية للدكاترة ده بقى لما بيجيلي بعمل إيه بقوم من كل عشر أدوية مثلا أربع أدوية للضغط يبقى واحد أربع أدوية للقلب يبقى واحد أربع أدوية للدهون شوف الدهون الأول وتلاقي 48 قرص في النهاية بقوا 8 قرص أول الله العظيم والإنسان بقى زي الفل اللي بيجيلي بيقول لي يا دكتور انت كاتب لي عشر أدوية كتير علي بقول له النهاردة خمسة وبكرة خمسة وبدل النهاردة خمسة وبكرة خمسة النهاردة خمسة وبكرة بس مش يجرق أي حاجة ولا أي حاجة فلأنا عايز أقوله إنه لا يوجد دواء مدال حياة هو ما باخدش أكتر دوين مع بعض واحد جاهلي أنا باخد جوسبرين وباخد كلوبيدو جريل وباخد بلافكس بتاخد مية دواء للسيولة يا راجل ليه؟ ما هو أرسى أسبرين أطالى الكفاية إنما أنا روح في الدكتور قلبي كبير فكتب لي بقى زي واحد يقول لي ده أنا عندي الفسفور عالي والدكتور كتب لي منبرا ما هو قال لي أبو علمني الهاية فقاله تعالى في المنبرا والصدر إيه الجنان ده؟ إيه ده؟ وأغلب التحليل بتبقى أرتفاكت يعني إيه أرتفاكت تعالى مثلا البوتاسيوم البوتاسيوم أغلب التحليل البوتاسيوم عندنا أرتفاكت يعني إيه أرتفاكت كلها أخطاء في المعامل إزاي الكلام ده؟ أقول لك بالله العظيم ليه؟ البوتاسيوم الحقيقي لو عالي يعمل أرزمي يعني أرزمي يعني ضربات قلب سريعة والإنسان عنده أعراض أعراض بقى هايبركاليميا أعراض طب أنا عندي مريض زي الفل وطلع الكريتيني البوتاسيوم سابعة تمام ده أرتفاكت يا بيه؟ بص على المريض اللي قدامك ساعة تجيلي مريض مكتوب الهيموجلومين خمسة المريض وشه مناور والله العظيم انت تعبت وانت تطلع السلم لا بتدوخ لأ ما تقف لا بتطلع وزي الفل يبقى الهيموجلومين ده مش بتاعك التحليل ده مش بتاعك وإلا تبقى دالوشنة الأنيميا يا الأنيميا دي مش بتاعتك خالص ده ضحك عدون يعني لازم الدكتور يبقى حكيم مش كل اللي أنا هاراب في التحليل أصدقه لازم أما شوه بالتحاليل أقرأ التحاليل أبص للعيان التحاليل دي تسوي المريض ده ولا لا أصدق المريض ما بصدقش التحاليل لكن هتجيب دكتور يفهم كده إزاي يعني واحد عنده أعراض الملح الرجلي بتوجعه مورمعه وعنده مفاصله وبيهرش ملح زي جدا وتقرأ الملح تلاقيه ثلاثة تصدق التحليل ولا تصدق المريض طبعا تصدق المريض فبالكيفية دي بقى طول ما انت قاعد عمال تفكر المريض ده يسوي التحاليل دي ولا المسألة محتاجة تفكير عيسى حكيم وما يؤتى الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا وما يذكروا اللي أولي الباب لأنا عايز أقوله انه لا يوجد مرض مدى الحاجة فيش حاجة اسمها بيهست ما بيخفش ولا زئبة ما بتخفش ولا ولا قوله متقرح ما بيخفش كل الأمراض بتخف على مدى الثلاثة خمسين ربعة وخمسين سنة اللي عشتهم في عمري شفت أمراض بتخف قالوا عليها ما بتخفش عبدا والله العظيم بتخف كل مرض بيبقاله ظروف نفسها معينة وحالات نفسها معينة بس تسمع المريض المصيبة ان احنا ما بنسمعش العيان واحد عيان كان عنده أمل يخش كلها وما دخلهاش الرجليه ورمت والحزن مدمره من جوه ما بيقولش لحد واحد كان عايز يتجاوز واحدة ما تجاوزهاش واحد كان مسافر وعنده أمل وما سافرش بيحصل له إحباطات بيحصل له أمراض نفسية يروح له الدكتور بقى يقوله ده أنا عندي عناية ملتهبة وعند القرح وعنده يقوله ده بهسف ده مش عارف ججرين ده مش كل اللي كتب في الكتب صحيح انما احنا عندنا ناس عابدة الكتب زي ايه واحد رايح يخسل كلها فاللي بيخسل كلها المفروض ان انا بخسله على قد الكليه بتاعت والراجل البول بتاعته كويس الكريتين بتاعته مثلا ستة سبعة البولينة مثلا ما كملتش مية كويس فده بخلي يخسل مرة في الاسبوع بيتبول كويس والهم جلبيين كويس وهو واحد تاني كلها تدمرت ضربها ورم ولا ضربها بتاع ولا شلناها بعملية جراحية خلاص فالكريتين بتاعته بيقى لتناشر خمستاشر والبولينة خمسمية وما عندوش بول فده بيتطر اخسله ثلاث مرات لان الماء بتتراكم فيه وممكن يعني فعلا المواد السمات موته هل تساوي الناس كلها في الغسيل زي بعض للأسف الشديد الناس ما بتعرفش تفرق في الغسيل ما بين واحد سيفير حال واحد متوسط والتاني ممكن ما يخسلش لا احنا اللي جالنا مراكز الغسيل ايه اللي جالنا نلقطه انت جاتنا بتغسل مش هنسيبك انت حبيبنا باية العمر وتلت اربع الناس اللي بتغسل فيه فيه على مكان الغسيل بتغسل غلط اقسم بجلال الله والله العظيم تلت اربع الناس اللي بتغسل على مكان الغسيل غلط طب ليه يا دكتور كده الراجل بيتدول ومش مورم وهي مجلوبين وفوق التسعة والكريتينين بتاعهم ما بيعديش عشر اتناشر ايه المشكلة انا عندي قاعدة مهمة بطبعها المرضى بتوعي انت تقيس الكريتينين مرة كل اسبوع مرة اذا زاد الكريتينين عن عشرة وقل البول كده عندك عردت السمه وتغسل مرة في الاسبوع والجلسة لا تزيد عن ثلاث ساعات وهو ممنوع ساحبه مية لو المريض بيتبول المريض بيتبول ايه وعتسحب منه مية انت رايح تغسل مش عشان تسحب مية انت رايح تغسل عشان شيل مواد السمه بطول المكان الغسيل بقى بيستعبطوا عن نفس يقولك ايه المية هتطلع على صدرك هتخنوك المية هتطلع فوق هتطلع من منخيرك من ودانك ايه اللي شغل المجانين ده واحنا بنحس بالخنقة ليه لما ما بنغسلش لان المواد السمه بتعمل برونكوس بازم يعني يعني البولينة وكريتينين واليوريك اس المواد السمه بتخلي الرئتين او البرونكاي تدياء فبداء النفس لكن فيش مية المية لما بتكون تكون في الوش في العينين في الرجليين من تحت ودي لازم لها بقى ان ما فيش بول خالص والدنيا متضهور يعني لكن احنا مش رايحين نغسل عشان المية يعني فيه ناس كتير قوي بتتباول كويس قوي وراحت والدكاتر رايحون نغسلهم وكان فيه علامات بقى الغسيل اللي هي الترجيع والهرش والزغطة والضغط مش رادي ينزل اسمها علامات الغسيل لكن لو انا ما عنديش علامات الغسيل ودي المشكلة ان انا عندي مرضى ما عندهمش علامات غسيل الكريتينين بتاعه عشر اتناشر البولينة تلتمية وما عندهش اعراض غسيل ولا بيهرش ولا عنده زغطة ولا البولت حاش ولا مورم ولا فيه اي حاجة اودي يخسل ليه اودي يخسل ليه وهو ما عندهش اعراض غسيل عشان كده بقى اخسن بالله العظيم انه تلات ربع الناس اللي بتغسل على ما كان الغسيل بتغسل غلا الراجل بيتبول البنت بتتبول وما بتورمش وفقاش اي حاجة ولو جاء لي غسل يبقى المفروض نقول ان ده يغسل غسل كل اسبوع على قده ده يعني ميل ده متوسط ده يغسل مرتين ده بقى ضايا خالص ما عندهش كيلة ولا فيها ورم ولا فيها ضمن خلاص يبقى ازن انزلوا الناسز sandy لكن كل الناس زي بعنا احنا لما بنيجي نعلم الناس الصلاة زمان انهم نقول لهم ايه اما تيجي تقول سبحانه ربيه العظيم تقول سبحانه ربيه العظيم ثلاث مرات وانت راكع ولما تيجي تسجد تقول سبحانه ربيه الاعلى ثلاث مرات وانت ساجد العظيم تلت مرات سبحانه ربيه على تلت مرات ليه هو يفضل طول عمره طفل هو مش هيجبر لما يجبر بقى علمه اقول له بقى لأ انا تقول سبحانه ربيه العظيم سبحانه ربيه العظيم وبحمده سبحانه قدسه الرب الملكة والروح تقول تلاتة سبعة تسعة حداشر وانت ساجد شرحه وتدعي ربنا وانت ساجد ما فيش حاجة اسمها سبحانه ربيه العظيم تلت مرات سبحانه ربيه على تلت مرات ده انا بقولها لو اتعلم طفل? هافضل طول عمر طفل? هافضل طول عمر طفل? او نفس الكلام بالنسبة للغسيل. تغسل تلات مرات. تروح للدكتور في مركز الغسيل. وطبعا بقى عندي مرضى مسقفين. المرضى بتوعي الناس اللي بتسمعني اللي النهار واللي بتسمعني الحلقات في اليوتيوب. بقى عندهم ثقافة. يروح للدكتور يقول له يا دكتور انا ما عنديش عارض غسيل. انا في صاحتي حلوة. انا بطلع السلم وبنزل. اخد اجازة من شغلي. واخد قرار اه اعاقة. واخد قرار اعاقة وتعطيل عن العمل. واعد في بيتنا. ليه? اما انا قوي وكويس. انا الحمدلله والشغل لها رجعت الناس للشغل والله. يعني الناس كتير كان بتغسل بقى لها تلات اربع سنين. رجعت. بطلت غسيل. بعد ما كانت واخدت قرار يعني اه عجز كلي. رجعت الشغل بتاعها. رجعت للحياة. رجعت للدنيا. رجعت العمل. رجعت للجواز. مش خلاص هتغسل تلات مراته هتموته. مفيش امل ومفيش فايدة. يتزرع يتخلع. يتزرع يتغسل. يا خلاص مفيش امل. وبعدين الناس روح الناس بقى قابلني. اهو في حد بيخسل بيخف. بقى قابلني. ايه? انت بتتوعدوا الناس ولا ايه? لا لسه بدري. انت بتتوعدوا الناس. فطبعا يعني خلي بالك انه بس الامل. زي ما انا قلت في في اول الحلقة. ان كل حلقاتنا امل. امل في علاج الكلة. فضل الله والله العظيم. زرعنا البهجة والفرحة في مراكز الغسيل. واللي ما يعرفش حد يقول له. اللي. ده الناس جاي من كل دول العالم تقول الناس اللي في مصر. ناس اللي برا. والله العظيم في كل دول العالم. يتصلوا بالناس اللي في مصر. الناس اللي في مصر مش فاضين للصحة والجمال. الناس اللي في مصر بتفرجوا بقى تمثليات والاخبار بقى ونشوف بقى ايه اللي بيحصل. صحتنا غالية. لازم منعرفها زرعنا البهجة والفرحة بشفاء من الكلة وازاي نرجع الكلة الضامرة سليمة تاني وازاي الناس بتغسي بالها خمس سنين ونقطع البول ونرجعها تتبول طبيعي تاني وكلية تكبر تاني فضل الله ازاي نحمي الناس منها تقطع قلوبها وتدخل أسطر رايح وصالها والعمليات الفشلة والراجعة اللي قلنا عليها عملية الحجز الأمفي والمشعار في اللحمية والتسليج والبواسير وعمليات العمليات بتاعت الدوال الخصية من أفشل العمليات اللي خلقها ربنا العمليات الراجعة تعملها مرة وتعملها كمان مرة وكمان مرة قبل ما تعمل عمليات ابعد عليها أقول لك تعمل ولا لا ليه لأنه للأسف الشديد يعني والله العظيم مريضة يعني كيالي عندها خمسة وستين سنة طلعت سلم تالت دور ونازل وزي الفل وتقول لي ده نروح طول الدكتور والله يقال لي خشي إنها عملك عمليات قلب وأسطرها دلوقت عملت راسم قلب قلبها سليم ده عملت راسم قلب قلبها سليم تعمل أسطرة إيه وانا لازم أشتغل يعني لو ربنا رزقني مريض هشتغل طب دي دي كويس طلع السلم تلت دوار مش مريضة قلب مريض القلب ما طلعش دور واحد مريض القلب ده يعني مورمة وشفافة مورمة وعنده كونجسد نيك فينز وعنده أعراض قلب وبينهج وباركزيزما النكترنال ديزنيا ويقوم بالليل مخنوق أعراض قلب يعني لكن ست ماشي وراحة وجاية وطلعت دور التارت ونازلة وتروح السوق وترجع هعملها إيه في القلب أنا هحول نسئل مريضة ليه ليه أحول الشعب إلى شعب بيخسل وكل اللي يجيل أقول له خسل خلي بالك كده تنين تلاتة استعبت عشان تخسل يلا نعمل لك شانت استعبت عشان تخسل إيه نحول البالك كلها غسيل كل البالك تخسل وبعدين شوف لك حد يديك كلها طب لما ده أداله كلها وده أداله كلها نجيب كلها منين يجي لي واحد هو أخوه اتبرع لأخوه بكلية من عشر سنين إيه ده لأخوه كلية بتاعته من عشر سنين الكلية اللي ده لأخوه ما نفعلش واخوه بيخسل وهو كلية الوحيدة بتاعته بازطه بيخسل إيه اللي احنا بنعمله ده إيه اللي احنا بنعمله ده فيعني أنا عايز أقول إنه إحنا اتكلمنا النهار ده على 10-15 حاجة بترجع الكيلة سليمة 10-15 حاجة بتسلك الأوعية بتاعت القلب اتكلمنا على الأمراض التي لا تشفى وقلنا أن كل ده إن ده وقت ده وعباد الله واللي يقول لك أن المرض ده مالوش علاج كذاب قعد مع المريض شوف كده إيه اللي جاب له المرض سواء مرض بهست أو مرض بهجة وججرين والزئبة الحمراء والسكر والضغط والقولون المتقرح والقلب والزئبة والزبحة والبرونكا الأزمة كل الأمراض اللي مكتوبة في الكتب مالهاش علاج أقسم بجلال الله لها علاج اعرف بس الشخصية اللي معاك عندها إيه علشان تعرف تعالجها إزاي برضو قبل ما أكمل شرحنا من كتاب روشتات غزائية بشرح بقول بس موعيد الإعادة إن شاء الله الحلقة دي بإذن الله بتتعاد بكرة الصبح إن شاء الله من 8.30 صباحا وإن شاء الله بتتعاد يوم لحد من 11-12 ظهرا بتتعاد يوم لاتنين إن شاء الله من اتنين لتلاتة ظهرا بتتعاد التلات من اتنين تلاتة بالليل أهم من الحلقات دي حلقات روضة القرآن إن شاء الله كل يوم عشرة صباحا وعشرة مساء يا رب يجعل فيها الأسر والبركة والنفع طبعا يعني أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى من كل الشباب الطيب الصالح من كل بلاد العالم اللي نزلوا حلقاتي على اليوتيوب ونزلوا حلقاتي على النت وكده لدرجة إن في بعض الحلقات وصل عدد المشاركات فيها إلى أكتر من اتنين مليون وتلاتمئة مشاركة في حلقة واحدة حلقة واحدة على اليوتيوب عليها اتنين مليون وتلاتمئة مشاركة يعني الحمد لله والشكر لله الناس عندها وعي رهيب ده غير الناس اللي بتنقل بقى البعض المقاطع بتاعتي على المحمول وبتنقلها البعض وبتبعتها البعض وربنا سبحانه وتعالى يجعل في كلامنا الهداية والأسر والشفاء إن شاء الله في النهاية إن كنت قد أحسنت فبفضلها وبرحمتي قل بفضلها وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخيرهم يجمعون وإن كنت قد أسأ فأستغفر الله وأرجو أن تسامحون شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمليناش كل قضية مهمة تخص جهاز منع تخزية سليمة وبيوعدكم مش كده بس ومنع لي هكتير أنواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف إيه اللي قويها ده جهاز مل أمراض يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان صح غالي عليك كيزو اسمع كلمة مفيدة في الحلوة إيه